عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في المواني تباعا مطالبا بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في المواني وأشار مدبولي إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم تحرك وفق ترتيبها بهدف العمل على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالمواني وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية